ولذلك هتبقى بقى اللعبة ان ابليس يحاول بقدر الامكان يعمل ايه يخلي الرباط ده مش موجود بس الرباط ده لا يمكن ابدا ما يكونش موجود مش ممكن ابليس وشركاء ابليس تعالوا نصطلح على مصطلح شركاء ابليس شركاء الشيطان شركاء الشيطان اللي اوصفهم ايه بيقتلوا من غير بدم بارد شركاء الشيطان اللي دايما عندهم انا خير منه اللي هو حاسس بالنقاء ده بالنقاء الجنسي فهو ما حدش يقدر يعمله حاجة واذا هو سفك دم حد فهو من حقه انه يعمل كده عشان هو انقى وهنا انا وقفت كتير ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لما جيه يتكلم عن مصر والمدينة خير الله ولكن قالت تخذوا منها جندا كسيفا يمكن ده علشان عندنا سينة اللي هي ارض التجلي وممكن وتستحقوا اكتر ليه طيب ده سينة الكلام عن التجلي اللي فيها في القرآن كثير لان الله سبحانه وتعالى تجلى على سينة وخصاه بحالة عجيبة اكيد سينة ما بتأثرش بالطيارات الورق ده ارض صلبة ما بتتأثرش باي حاجة ممكن تمر في هواها فان هواها مقدس منور بانوار الله سبحانه وتعالى وصلبتها من نور الله سبحانه وتعالى ومن الدماء الطهيرة اللي امتزجت بالنور ده كل محب حد ياخدها ما يقدرش يبدو ان يسينا دي اكبر من احلام ناس كتير اكبر من قدرات ناس كتير وبتفضل في احضان من بشر الله سبحانه وتعالى بانهم سيكونون على هذا الحال على حال الرباط تعود لهم ومتفرقهمش مهما كانت الله سبحانه وتعالى اقسم بالطور والطور وكتاب المستور هي دي الارض اللي حصل فيها التجلي واقسم الله بيها لما تشوف المقسم بيه بعد كده هتلاقي اشياء جليلة جدا البيت المعمور ايه ده يعني ذكر الطور قبل كل هذا عشان يبين ان الطور ده ما كانت عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وما ينفعش اي حد يحاول بقدر الامكان ان هو يخوض ولا يسعى الى ان ينتزع هذه الارض ولا حد يسمح له انتزع هذه الارض من ابناء ادم الصالحين اللي هم ثبتين على المبدأ لانه الله سبحانه وتعالى لما ذكر واقسم بالطور لانه بيقول لنا هنا كان النور وهنا تجلى الله سبحانه وتعالى وكلم سيدنا موسى هنا في الارض دي وما كانش عجيب ان احنا نسمع التسمية تسمية سيناء واضحة في القرآن الكريم وتكون سابقة للامن والتين 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 والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين يعني تور سيناء طب ليه بقى تور سينين دي تبقى ما بين والتين والزيتون وهذا البلد الامين ليه تكون ما بين الاثنين وكأنكم وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ما تخافوش ما تخافوش على سيناء وكل من احاط بسين لانها ما بين الخضرة الخير والنماء وما بين الامن فهي دائما ستكون على هذا الحال هيكون فيها المستقبل وهايكون فيها الرخاء هيكون فيها التنمية وهي في امان الله موسيقى